اشتركوا في القناة وهي ممكن أن تمكننا أن نجهز المهندس بحيث يحقق المهندس المتحدثة التي موجودة سوف أحكي عن التجربة هذه بشكل مختصر سريع أنا أعرف أنهم متأخرين، سوف نحاول أن نختصر قدر الإمكان سوف أتكلم سوف أبدأ بشكل مهندس لماذا التجربة المتحدثة؟ ومشيئات التجربة المتحدثة؟ وهناك مصاعب كثيرة في التجربة المتحدثة سوف أتكلم عن المتحدثة المتحدثة وأستاذ الدكتور عدنان نائف سوف أتكلم عن الإيبت فيما بعد إذن من حوالي شهر تقريباً هناك قصة جداً قصة جداً صارت في إيست لندن اسمها The Weasel, The Woodpecker and The Photographer بعد أن تتعرفوا الويزل الويزل هو ابن عرس هناك ناس يقولون عنه العرسة أو ابن عرس حيوان هو من القوارض طبعاً قالوا عن الويزل لو كان بحجم الكلب لا كان سيطر على العالم من كتر ما هو حيوان شرس ويجب فيه، بعرف ما إذا منكم يحضر مع أولاده أو بنجبر يحضر مع أولاده آيس إيج هذه كانت في فيلم آيس إيج هناك أيضاً نقار الخشب The Woodpecker أيضاً The Woodpecker أيضاً The Woodpecker مشهور لا أعرف إذا أحد تلاحق منكم كنا صغار كنا نحضر وودي Woodpecker إذاً لدينا وودي Woodpecker نقار الخشب الذي كان فيه بارك اسمه في إيست لندن أو في إسكس في 2 مارش 2015 كان هذا الحزين نقار الخشب المسكين ينزل على الأرض بطول الدود حتى يأكل بأمان وسلام لا يداري عن شيء وراءه لا ينتبه ماذا يأتي؟ الويزل فالويزل طبعاً طريقته في الإنقضاد يضرب الرقبة من هنا ويشل الجهاز العصبي وبعد ذلك ينقض على الفريسة الآن ينقض على The Woodpecker وطبعاً ينصرع كان هناك فوتوغرافر موجود هذا البارك مشهور في الطيور فالفوتوغرافر اسمه مارتين لمي 2015 لاحظت هذه واستطاع يأخذ الصورة صورة انتشرت بشكل رهيب انتشرت بشكل رهيب الآن القصة ما دخلها بالتعليم؟ النقطة التي انتشرت في الجامعة هي النقطة التالية بالعملية التدريسية طلعوا على وجه الووتوغرافر مصروع فزع يعني فزع هائل فنحن شبهناها انتشرت بشكل رهيب انتشرت بشكل رهيب ونحن نرى من يمكن احسن كابشن فإذا انتشرت بشكل رهيب في نهاية هذه البابر دعونا نرى وفي نهاية القصة سأتكلمها بعدها في نهاية هذه حتى نظر لا أحد يخرج من المحاضرة البروجيكت بيس لرنينج ام اي تي ذي بايونير ديس 2006 بدوا مشروع التفكير انه حتى المادة تبعت الفرشمن والسوفومور السنة الاولى والسنة التانية ياخد ويعمل عليها يعملها بروجيكت بيس لرنينج طبعا عكس البروجيكت بيس لرنينج اللي هي الطريقة التقليدية انه انا بمشي في مساقات محددة بمشي مادة محينة بعمل امتحان والام اي تي كتبوا عليها كتير كتبوا اشياء كتير على هذا الموضوع احنا عنا بالجامعة نخلط طبعا بين اثنين ما بقدر عمله كله بروجيكت بيس لرنينج فعشرين بالمئة من المادة للبروجيكت وطبعا يوجد له حسنات كتير لكن يوجد له مساوئ كتير للبروجيكت بيس لرنينج هي عكس البروجيكت بيس لرنينج الطالب انا بعتقد بحتاج جزء يكون بيس لرنينج لازم يكون عنده مادة معينة مادة واضح يمشي فيها نعطيهم list of projects في بداية الفصل بيختار الطلاب او مجموعة من الطلاب بيشتغل عليها لمدة ست اسابيع بيعملوا report هلأ هون هو شوف شو مضطر يعمل مضطر يشتغل مع اصدقائه او مش اصدقائه احيانا مضطر انه هو يعرف يتفاهم معهم هادي سكيل مهمة مضطر انه يعمل report ويكتب report وبتستغربوا ونحكي هذا كتير اليوم قديش عدد الطلاب اللي ما بعرف يكتب report قديش عدد المهندسين اللي بتخرجوا هو ما عمر بحياته كتب report وانا ما بيحكي عن اللغة الانجليزية حتى لو طلبت منه يكتب بالعربي ما عنده الطريق الواضح الصحيح حتى يكون فيه تسلسل بالافكار يحط الفكرة الاولى ويطورها ويحط الفكرة التانية هاي مشكلة كبيرة انا شو بدي صاحب عمل شو بدي بمهندس لا بيعرف يكتب تقرير ولا بيعرف يعمل presentation ولا بيعرف يتعامل مع الناس بدبلوماسية ويتفاهم معهم هاي سكلز مهمة جداً خمسين بالمية تقريباً من السكلز المهم عنده اهم كتير من الرياضيات والمعادلات والنولوج وبعدين في اسئلة وأجوبة أحسن شيء في المشروع انه ما نتركه لآخر لحظة انه الطالب ينطلب منه يكون فيه فايز البروتش يعني بعد أسبوع أسبوعين ييجي يقدم الجزء الأول الكونسبت ديزاين إذا كانوا بديوا يصمم بعد كمان أسبوع مدن ييجي ديتيل ديزاين بعدين يعمل سلكشن للكمبوننس بعدين يعمل سيميوليشن هذا الفايز البروتش يساعد الطالب انه يمشي في المراحل المختلفة ونعطي بونس ماركس انا بعطي بونس ماركس إذا فيه شيء بروجيك تشتغل كان في كرياتيف آيديا عمل فيديو أنواعهم فيه أربع أنواع رئيسية تقريباً الأنواع الرئيسية تبعت الهاي فاكتري فيزيت جيد انه يروح يزور مصنع محل مهو ممكن يشتغل يروح يشوف المصنع جو المصنع يدخل يشوف الوسخ يشوف الآلات يشوف يتعلم عن الفاكتور يبني هاردوير ويشغله سيستم مودلينج المودلينج والسيميليشن مهمة جداً يقدر يأخذ سيستم حقيقي ويعمل له مودلينج والسيميليشن أو يعمل تصميم نظري لسيستم كامل ضخم يعني يعمل تصميم لمصنع أو لجهاز هذه البرزنتيشن حصيلة خبرة التسعة تسعة سنين في هذا المجال ففيه أشياء كثيرة أنا حطيتها تعلمتها شفتها من الطلاب وزي ما حكيت رأي حكي عن المشاكل والمساوي ويقوم بمساويات التسعة بعض المشاكل سأعطي بسيطة مثلاً مثال طالب أو مجموعة الطلاب قرروا يبنوا سنسوري إيسي توتال ديزولد صوليد هو من البدايات ومن الأشياء التي اكتشفها ليس من لدي اكتشف أن الثيار المتردد أحسن من الثيار الثابت وشغل الجهاز وعمله وأعطاه رؤيت ممتاز مثال ثاني مثلاً زيارة مصنع الطلاب سأزار مصنع ولأرى إذا لم يعد وقت لأراجكم الفيديو يأتي الفني وقال لهم أنتم تعرفون مشكلته هذا الدرايف مشكلته أنه لا يوجد فلاكس فيكتر كنترول فرجعهم الدرايف ثاني في فلاكس فيكتر كنترول وهم طبعاً منبسطوا عندما سمعوا كلمة فلاكس فيكتر كنترول الفني حكى لهم إياها رجعوا وعملوا عليها فيديو وصوروها مثلاً في طلاب هناك فيديو أيضًا بنوا سترين جيج وصمموا سترين جيج وفحصوا ونزلوا على اليوتيوب حتى طلاب ثاني كمان يستفيدوا منهم هذه النقطة الثانية كمان فيه الطالب إذا اشتغل شيء مفيد ممكن طلاب ثاني يستفيدوا يستفيدوا منه فيهون فل إليفيتر سيميليتر مثلاً هدول طلاب إجوا جابوا إليفيتر أخذوا منه كل البرامترز نزلوها صمموا سيميولينك موديل للسيميوليشن وبعدين طلعوا منه ريزلتز ريزلتز كامل أخذوا البرامترز وعندين لاحظوا الانتغرية ميكانيكال كونترول كل الديسبلين المختلفة دخلت في هذا السيستم وطلعوا منه ريزلتز بدي أفرجي بس بعض الفيديو على السريع الأمثلة عليها هذا فيديو مثلاً من سي أن سي صمموا الطلاب بعمل كتنج على الليزر بعمل قطع للحديد على الليزر هذا مثلاً حتى هم شوفوا الكمينيكيشن سكيلز لما أنا بقدر بقدر يعملها سيميليشن بهذا الشكل ويقدم الفكرة للكلاينت أو لزبون بشكل متطور وفكرة متطورة نوع ثاني مثلاً هذا درايف فيديو اللي راحوا على المصنع الطلاب كانوا دارسين فكرة الفلكس فيكتر كنترول فالفني سألهم ماذا تدرسون؟ قالوا له فلكس فيكتر كنترول هيفرجاهم الفني حط البرامتر وفرجاهم في المرة الأولى ما قدروا يمسك الشافت لأنه فيش فيه التكنيك المتطور بعدين الفني غير الهاي وحط البيتشر دارسين هم وبعدين استطاع أنه ما قدرش يمسك الشافت بإيده لاحظوا الإنفايرمنت وسخ جداً ليس إنفايرمنت وهذه تجربة يعني حكى الدكتور عصام الصبح قال مجرد زيارته للمصنع هذه تجربة له فقط سوف نعود إلى تطول الآن الزيارات التي يحققها هذا مهم جداً الجامعة التي تتحقق الزيارات يساعدها جداً أن يكون لديها مددات موضوعية في كل كورس لأنه أربعة من بطلق الزيارات التي تطلبهم الزيارات ستحققوا بسهولة في المددات فتخيل الطالب عندما مثلاً خلال 20 أو 25 مادة يدرسها فيها مدينة مدينة يجب أن يتعاون مع ناس تانين ويشتغل معهم وبعد ذلك يتقاتلون ومن أسوأ ناس في الإقتال؟ ليس الطلاب، والطالبات يأتي عندهم ويدبحوا بعض صوتهم يكون طالع بعد ذلك يرجعوا ويحاولوا يتفاهموا وهذا الطلاب يمشي، يتركوا بعض أو يخرجوا من المشروع الطالبات مزيدة مزبوط مهندسات؟ لا، مزيدة، أنا أقول مزيدة، ليس يتقاتلون طلابات الممكن للع� trained يجب أن الطالب يعرف أن يحل مشاكل حقيقية بсе المسألة التي تأتي بالامتحان، يجب أن يحل مسألة هك�� واجهته يجب أن يحل مشاكل حقيقية يجب أن يفعل مسألة الحقيقية يجب أن ي讲 gosta عاجلة من المتدينة يجب أن نحك أهلا ولكن's help يجب أن يتعلم المعتيف الطالب يستمتع، الطالب يقول لك أنا في سنة أولى أهلكت، ماذا أريد أن أصل؟ أريد أن أرى ما يحدث في سنة خامسة، أنت هكذا، تبدأ من سنة ثانية أو ثالثة يحدث شيء مستمتعي، تربط التعليمات التعليمات، تعطيه التعليمات التعليمات، يعرف كيف يجلب معلومات، يطور معلومات، طلاب على فكرة يتعلم طرق مختلفة تماماً، وكثير من الطلاب لا يعرف يتعلم الطريقة التقليدية، يذهب إلى درس المعادلات، لكن يذهب إلى يفتش ويأخذه، ايغنبها، يأخذ أحضر قطعة، ويقصها، يتعلمها بمسط، يتطور كمهندس أيضاً المهندسة التعليمات، ويقرأ مرات التعليمات، ويأتعلم أن يقرأ سنة الأسراء يجب أن المهندس أبداً أن يقرأ آلاف سنة الأسراء، يجب أن يقرأ مرات التعليمات ويجلب منها معلومات، وأطرافات طبعا هنا أعطيتكم هذه الصورة الوردية، لكن هي الواقعة المتذبذب ومثي الأعلى، ومثي الأفكار بده وقت هائل من المدرس أنا أسهل بكثير إن أجيب امتحان وعيد الامتحان عيد امتحان تاني وبأجيب أسئلة ونفس الطريقة لكن بده جهد هائل بده اصعب شيء اتأكد أنه كل الطلاب يشتغلوا بده هاردوير وصوفتور كومبوننت ووقت المحاضرة محدود وآخر شيء هاي المشكلة الرئيسية في طلاب باستفيد جدا من المشروع وفي طلاب ما بتأثر فيه ولا باستفيد منه أي شيء هاي الحقيقة ما بتقدر انت بتقدر تتوفر للطالب المكان وتوفر له هاي المشكلة حوالي عشرين بالمئة الحقيقة من طلابنا أو ثلاثين بيوم مشغولين بأشياء أخرى مشغول بأشياء أخرى الأولوية تبعته مش الدراسة هاي حقيقة أنا ما بقولها بأي جامعة بأي جامعة من الجامعات هو مهم عنده يروح يصهر مع اصحابه وهذا مهم جدا وهاي حقيقة للأسف ما بنتبه إلا بسنة رابعة بتكون توليت سنة رابعة سنة خامسة بنتبه هناك ملاهيات كثيرة الآن يمكنني أنها لم تكن على وقتنا أو وقتكم وآخر شيء قصتنا لها هابي أندي نفد الوتبكر على فكرة النقار الخشب نفد أبصر شو صار نزل الويزل شاف في ناس كثير وتصويره هذا هرب والذي عملوه حتى في البارك الآن في آرما في ساين بلاك محطوط عليها هون شيرج كونتري بارك وإذا تطلع هون في صورة الوتبكر فهذا في هون كوميريك تخليد للقصة هاي اللي صارت في بلاك موجودة في البارك شكرا لكم على سماعكم إذا فيه سؤال سريع أو مننتقل لبعدها تفضل سؤال واحد سؤال واحد أنا ما عندس هاي الميكروفون هون صحيح 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 وممكن على فكرة البروجيك بيس ليننج يصير مهزلة ما يستفيد منه الطالب شكرا لكم معلش أنا لأني تفضل أنا بس لدي محادة في هل تتكرر أهلا وسهلا نسامنا بس سورة حريعة ورشين بالميلان نكون لها في بركز المواد فسيلا نتبه هذا أحييها اللي أنه مقود كنقوك يسعمل ليدا للجروب وهذا ليدا نعم وهمده إنه تعمل الشفاع صلنا وإيلا كلها مشتكتا ليدر من نفس الجروب ولا من بره لجروب ليدر من نفس الجروب ولا من بره نفس الجروب شكراً شكراً لكم